اشتركوا في القناة 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 الجرعات تختلف وكذلك المدة تختلف اشتركوا في القناة 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 فيروس نجم عنده مرض بكتيري في اي بلاسة. هذا التبيب ولا مش شخص هذا. تبيب الشخص هذا مش يعطي الدواء المناسب. الساعة يقرر هل ترى يتحقب ولا ما يستحقش. مع العلم كونه اغلب راه الامراض عند الاطفال هي امراض فيروسية وما تستحقش. كما البرونشيت كما الرينوفارنجيت معنى التهاب الانف والحلق. اغلبيته 80% ولا اكثر من 80% من الامراض عند الاطفال امراض فيروسية وما تستحق حتى مضاد حيوي. ولهذا نعطيه المضاد الحيوي زيت وما نتعرضه المخاطر كبيرة. هتون نحكيو عليها. كما قلت انتي معناها التبيب الشخص حسب العوارض اللي يبدأ عنده الصغير. إذا كان دكتور بكل صدق اينا زدى ام راني ساعات نلتجئ للانتيبيوتيك على خاطر صغيري مثلا. نعرفها الفيروس وكله ولكن السخانة متى حشا الكحة تتزايد. وبمعناها عوارض يبدأوا كم معروفين شوية ونعطي الانتيبيوتيك. الحاجة هذي لطف لطف على لا يقدر معناها شنية العواق بمتاحه؟ صحيح هو الانسان يبدأ صغير وعنده صغير وعنده صخانة وعنده وكحة يسانكيات ويقول ما يقلنا راهو اكثريت الاحوار راهي فيروسات ما تسحقش مضاد حيوي. تاخده اكثر وقت وكها؟ تاخده وقتها. اذا كان مثلا الصغير هو صغير يسر. قل مثلا من ستة اشهر اي. اذا كان عنده حرارة تزول الطبيب. من نهر اللول حتى ال 89 سنة حتى الاكثر. اما على شرط كونه تم تشخيص متاع جرثومة. اي. معناها برشة صغيرة الناس يقول لك هوا عندي صخانة نعطيها انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك ما يتاحش صخانة. هو الانتيبيوتيك هي الحرارة ناجع عن جرثومة. تناجع من تكون بكتيريا تناجع من تكون فيروس تناجع من تكون حاجة اخرى. اذا كان بكتيريا نعطيهم مضاد حيوي. كان فيروس نستناوها حتى تبرأ. ظالة ظالة. عليش المخاطر متاع المضاد الحيوي كبيرة. وقالدين يتفطنونها. اولا جراثيم في اول اكتشاف المضاد الحيوي. كانت كلها يقع علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية. توب شوية بالاستعمال الواسع. مكثف للمضادات الحيوية. الجراثيم ولت عندها اسليم مقاومة للانتيبيوتيك. لانتيبيوتيك. هذك علاش؟ معناها هي تولي تصنع مواد تولي تحصن روحها ضد الانتيبيوتيك ذك. دك. مثلا اول ما خرج الانتيبيوتيك الخرج اللولاني هو البينيسيلين. اي. البينيسيلين كانت ما تماش جرثومة براتيكما ما ما يقضيش عليها. ما تدويش. تول البينيسيلين ولا محدد الجرثومة ولا معنا جرثومات معينة. ما عادش عنده افيكاسيتي على الاغلب الجراثيم. اه كيف كيف كيف. اول ما دخلوا اول ما طلعوا كانوا معناها الجراثيم الكل معناها حساسة. توق بشوي بشوي ولت الجراثيم عندها مقاومة عالية. ما هو النتيجة. النتيجة كونه معناها خطورة كبيرة هذه. اي. نريد من الناس كل تطنطلها. كونه اذا كان جراثيم تولي عندها مقاومة عالية. وقتها يجبنا نستعمله موضادات اقوى. موضادات اغلى. وربما نصد وصلنا لفترات معينة. حتى معناها حتى في تاجرتي الخاصة. نلقى وجرثومة ما عنده حتى موضاد يمشي معها. اوه. اش نعمل وقتها. وقتها مشكلة كبيرة. وقتا نولي ونخلط ونعملو مثلا الاسوسيازيون. كوكتيل. كوكتيل. ولعلا نقول ويمشي شي. احنا مش نجي نهار. مش نجي نهار اللي ما ما. اذا كان استمر خطرتوها. في العالم كامل. خاصة المنظمة العمالة الصحة. حضرت ياسر من مخاطر استعمال الانتيبيوتيك. كونه مش نجي نهار. ما عاش نقال حتى انتيبيوتيك يمشي. وكذلك. اذا كان معناها الجراثيم مع عائلة المقاومة هذية. اللي كانت موجودة في المستشفيات وفي المصحات. خاطر ثم استعمال الملكات. تو موجودة حتى البر. في الاستعمال العام. يعني في الطب العام. واللي هي بصيفة عامة الجراثيم اللي في الطبيعة. طقاها نسميها سوفاج. اقل مقاومة من الجراثيم اللي موجودة في المستشفيات. تو حتى المقاومة تعديت حتى للوحد. ما تنساش اللي المضادات الحيوية ما يقعش تعملها عند الانسان. حتى عند الحيوانات. كانوا التوي استعملوا فيها الأمراض متاع الحيوانات تجيجو البقرة وكذا. يستعملوا مضادات الحيوية. وكانوا يستعملهم حتى فترة من فترات باش يسرعوا النمو متاع الوحد. الصحيح. الانديكاسيون هذي تمنع التوي في اوروبا مع عاش تستعمل مضادات الحيوانات باش يكبر. ومن يسمنوه بالمضادات الحيوية. معناها احنا معارضين المضادات دي جابوا طبيعتنا. كتاكل انتي الجاج تاكل الحم. حتى الخذر وغيلل زادا دكتوري. هذنهم مبيدات حشرية. حاجة اخرى. يعطيهم المضادات الحيوية. طب مثلا تربية الجاج في الغرفة تلقى فيها. معناها سيلون فيها الفين خمسالاف الجاجة. مش يعطيهم المضادات الحيوية. ونحن مش ناكلوها في الحم وناكلوها في العظم. كيف كيف البقر تربية معناها دوماسة ذيكا الالفاش دوماسة. ماش يعطيهم مضادات دونك احنا معارضين. ما نزيدوش احنا نستفحلوا الموضوع هذي بالبحث. عليش قلنا المضادات الحيوية دونك اولا المقاومة العالية. ثانيا اثبت الدراسات. كونه اللي يتلقى المضادات الحيوية هو صغير. خاصة انه في اللولة. راه معارض برشا مشاكل. منها السمنة. اي. ومنها الحساسية. منها تبين كونه اكثر الصغار اللي عندهم حساسية. حساسية يخذو الانتيبيوتيك بكري. دكار. ولا السمنة. الحاجة الثالثة اللي هي معناها منعرج عليها شوية. هي كونه احنا عنا في بدنا عنا جراثيم نافع. دكار الانتيبيوتيك نجم يقتل. حساسية. جارة الانتيبيوتيك نسميه احنا بالعربية النبيت الجرثومي الميعوي. النبيت الجرثومي الميعوي. اللي هي نسميه ميكروبيوت. ميكروبيوت هذي هي. بلازمين كما نقولون. برشا الناس تو برشا دراسات تعمل عليه. هو عضو كامل معناها كونسيديري كوم كين وورغان. هو مجموعة بكتيريا نافعة اللي هي فيها يعني في المسارن. إذي كان هي عندها برشا برشا فوية تصنع الفيتامين. تهضم الماكلة. تقوي جهاز المناعة. تغلف المسارن. وعندها منافع كبيرة. إذي كان نقضيو عليها. يولي اللي بدان يخسر يخسر. يعني يولي معارضين البرشا من شكل. النبيت الجرثومي هذي كانت تفرعس. معارضين نحن لكي ما قلت لك للسمنا. معارضين للديابات. هذي متع الريزيستانسة للسيلين. معارضين الالتهابات القلون. ما الذي ذكراني الاخيري. معناها برشا مضاعفات اللي هي تنجم. دونك يلزمنا ناخدو الانتيبيوتيك. وقت اللي يلزم ناخدو الانتيبيوتيك. وما يعطي هنا كان الطبيب. مش ناخدو الفرماسي. شكرا لك دكتور عبد رأوف. شاب شو بارك لو فيك طبيب أتفيل. شكرا على معلومات. اشتركوا في القناة.